بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع نتحدث معكم إن شاء الله عن جلاء القلب وما معنى هذا أن هذا القلب يحتاج إلى جلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يصير الإيمان قديما يحتاج إلى تجديد ما الذي نجدد به الإيمان وما الذي نجل به هذا القلب لكي يكون يقظا لكي يكون القلب متجها إلى الله ومقبلا على الطاعة قال العلماء جلاء القلب بأربعة أشياء منها كسرة الزكر وأن ننتبه إلى هذا المعنى كسرة الزكر وليس الزكر لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الأمر الثاني لزوم الصمت الأمر الثالث قلة الطعام والشراب الأمر الرابع الخلوة وسنذكرها بالتفصيل إن شاء الله فأما كسرة الزكر فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا به يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقد عاب على المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا فهم يذكرون الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وهكذا جاء في القرآن وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَهَذِهِ الْكَسْرَةِ هَلْ لَهَا حَدْ قَالَ الْإِمَامُ مُجَاهِدْ كَسْرَةُ الزِّكْرِ مَعْنَاهِ أن تَذْكُرَ اللَّهَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضَّجِعًا يعني أن تذكر الله على جميع أحوالك وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضجع إذا آويت إلى فراشك أو كنت نائما وقال بعض العلماء حد الكسرة في الزكر معناه أن لا تكلف نفسك بل معناه إذا تناولت الطعام قل بسم الله فإذا منتهيت من الطعام قل الحمد لله إذا دخلت المسجد قل هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخلت إلى الخلاء قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائس فإذا ما خرجت قل غفرانك إذا آويت إلى فراشك فقل أذكار المساء إذا كنت في الصباح فقل أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذا انتهيت من الصلاة فعلت كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد في حديث ثوبان أنه كان إذا انتهى من الصلاة استغفر سلاسا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وورد أيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا زلجلال والإكرام قالوا معنى الكسرة في الزكر أن تذكر الله في جميع أحوالك في كل المواقف إذا ابتليت ببلاء فاصبر واحتسب وقل الحمد لله إذا رزقك الله بنعمة أو بعطية فاشكر الله على هذه النعمة هذا معنى الكسرة في الزكر ونحن نؤيد القولي أن تذكر الله عند المواقف إذا كنت في الصفر هناك دعاء للصفر إذا دخلت البيت سلمت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو اجتهدنا في هذه الأمور الأذكار لوجدنا أن الأذكار في كل موقف وهذا هو الذي جعل منهم من يقول لقد علمكم الإسلام كل شيء حتى الدخول إلى الخلاء حتى الدخول إلى دورة المياه أن تذكر الله قبلها علمنا الإسلام كل شيء فمعنى الكسرة هذه أن تذكر الله سبحانه على جميع أحوالك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لو تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل قيام الليل وهو يقول لنا من قام الليل بعشر آيات فقط لم يكتب من الغافلين من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين فقط هو يطلب منك أن تفعل ولو القليل بشرط المداومة أن تداوم على الطاعة وعلى الزكر فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الزكر الكثير وأن يحققنا بهذا المعنى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فاللهم اجعلنا من الزاكرين الله كثيرا والزاكرات وفقنا لما تحبه وترضاه احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته